كيف حالك؟ كيف حالك؟ حالك؟ الله يسلمك، كل شيء أحب أستاذ طارق حرف كل شيء أحترمه وأتمنى أن يصير رئيس الزراء لا أعلم لماذا يرشح والصالح أحلوة قبل مدون حجاب والموضوع، لدي خطيبة في الوجدان ماذا حبيبتي؟ أعلم؟ الله يسلمك حبيبتي، الله يحفظ بالنسبة لدي خطيبة وأهدي خطيبة والدك وعمين مليون جابه جيبنه ولم يفيد وهنا لا شكل مشاكل، ولا أعلم حاسة جيدا حتى يسعدui حتى لا أستهرم شدة حيث ونخته لا أستهرمي كم سنة أستهرم سارة؟ أستهرم öğren 30-40 لم تستهرمي وبأن تنهرموا ليسا كما أستهرمي حتى Penalm تخط enlightenment وجاوك الحظ ولكن لا أعلم لذاpersonal في الرئيس الزراء سامين ورئيس جمهورية رئيس الزراء قال هل هذا الوقت اشتنابع أريف قلت لسدي أنت كليل من قبل خارج الخدمة سمين من سر مشكلة المغبر رئيس جبهوريا بجيب أنتم كل واحد رئيس جبهوريا بجيب خطري حاسبة فنحن راد أن كل واحد رئيس جبهوريا لأشي رئيس جبهوريا بسيطة طيب يعني مشكلة المخبر السري واعتماد أستاذ طالق آلاف مؤلفة داخل السجون العراقية وأبرياء إلى حد الآن أو بالنسبة لتشابه الأسماء سارة وغيرها وأم أياد تشابه أسماء أولادهم أزواجهم راحة وأحداث إلى حد الآن بالسجون يعني شون دا نعالج هاي قانونين شاك من تشابه أسماء يسموه شاك الشاك يفسر لمصلحة المتهم الشاك يفسر لمصلحة المتهم كل شكينا بشي هل حصل أم ما حصل يفسر لمصلحة المتهم لم يحصل شوفوا له لحضرتك قانوننا وعيدوا أقول لو تكرموا علينا بتعديل قانون الأصول إلغاء فقرة المخبر السري إلغاء الحكم الخاص بالاعتراف إبراز الحكم اللي يقرر أن الشاك يفسر لمصلحة المتهم لكان يعني وصلنا إلى شيء معين لا أقول أنه عادل مئة بالمئة لكن مستوى العدالة الذي يتوفر به ليس بالقليل هذا الأساس ترجمة نانسي قنقر